اشتركوا في القناة وصريح كمحلل ديفي ساعات بيخش في مشاكل وصدام بسبب قراءه وتصريحاته ديفي نجم النادي الأهل السابق والموزيع حالياً شادي محمد أخبارك إيه؟ الحمد لله تحب أقدمك بصفة إيه؟ لعب الأهل السابق؟ ولا المحلل الرياضي؟ ولا مقدم البرامج؟ الأفضل بالنسبة لي كابتن النادي الأهلي التاريخ أنت بتحب اللقب ده؟ طبعاً من الشرف كابتن النادي الأهلي المعروفين لحقوق مجازات وبطولات أسماء الرنانة أسماء عالم على سبيل المثال كابتن صالح سجيم الله يرحمه كابتن محمود الخطيب كابتن حسن حمدي كابتن هادي خشبة وكابتن صالح الدين أبراهم حسن أسام حسن أسماء كابتن مصطفى عبدو مش عايزة نسى حدد كابتن إكرام لما تبقى وسط الكوكبة دي كلها وإسمك يبقى موجود وسطهم ده حاجة شرف ما بعد وشرف ليه ما اعتزلتش في الأهلي؟ والله أنا كشادي جميل عارفة الموضوع ده وده من أكتر الحاجات في كرة القدم في المشوار كله اللي فيها إزعاج بالنسبة لي بصراحة كنت أتمنى أختم حياتي داخل النادي الأهلي بعد التاريخ الكبير جداً مع الجيل اللي كان موجود اللي منعك هو قرار كان من مجلس الإدارة هما اللي قالوا لك كيفية كده؟ ما قالوا ليش يعني بلغوني كان النادي بصدد إحلال وتجديد في الفريق فأنا حسبتها حزبة تانية خلص اللي حققت كل حاجة عملتها إنجازات بطولة أفريقيا سوبر أفريقي كاس عالم الأندية كان السن لسه مش الكبير قوي لسه كملت 30 سنة وكنت شايف من وجهة نظري أنا لسه عندي أقدمه خصوصاً لأنا بحسبها حزبة تانية اللي هي فكرة كان السيزون بـ 52 مباراة في السنة فكنت لعب حوالي 48 أو 49 مباراة ما غيبتش غير 3 مباراة للإصابة أو إنزارة طبعاً لنك طبعاً لنك أنا باخدش كرار وندم عليه ولكن كنت أتمنى تمني لأنا أكمل وقتم حياتي داخل النادي الأهلي لأن الثقافة مختلفة ثقافة الفوز طول الوقت ثقافة البطولات هي موجودة في النادي الأهلي مش في حد تاني فكان ضغط علي أكتر من لأنا أخرج وألعب في حتة تانية لأن أنا فعلاً آخر حاجة بأفكر فيها أنت خسرت إيه أما لعبت برا النادي الأهلي ولا حاجة التاريخ ما حدش يقدر يمسحه بالصراحة يعني في علاقتي محترمة جدة لغاية النار أكيد خسرت برا النادي الأهلي خسارتي للنادي الأهلي اللي أنا كنت بلعب مباراة ضد جميل النادي الأهلي كانت صعب عليها قوي 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 فوق معالك التخيل أكتبتكلم في حتى الروابط نشأت في وجودي ككابتن للفارق فأنا من الشخصيات اللي عارفة أسماء الجماهير اللي بتقعد وراء الجون وبحكم العدد السين اللي أنا أعطاها واللي قعدة في المقصورة البطولات اللي أنت أخدتها معاهم فلما مشيت كانت صعب علي قوي إذا تلعب ضد الجمهور دا اللي صنعك هو صنع معاك تاريخ كبير جداً لكن في الأول وفي الآخر لازم كلنا نؤمن إن قدر ربنا والرزق لما يتوقف بمكان خلاص صنع في الحياة أنت تبقى في النادي الأهلي بشكل فني أو إداري زي سيد عبد الحفيز وقل جمعة مش هقول الكلام دا صح بنسبة 100% لأن رجوعي للنادي الأهلي بعد أما مشيت هو مجلس إدارة خيارني وقتها ودي من الكوليس اللي محتش يعرفها كتير كان بتمسك في قطاع الناشئين عمل إداري مثلاً أو حابب تعمل إيه يعني خياروك من الاتنين فأنا قلت لأ لازم لسه صغير قلت لسه أروح على عبد 3-4 سنين كمان لكن الكلام عشان فيه الناس بتقول فعلاً الكلام دا اللي أنا ليه مش موجود في العمل الإداري لا أنا رجعت من أكبر باب داخل قناة النادي الأهلي عادت فيها وقت كبير جداً كنت التوكشور رئيسي داخل القناة أكتر من 6-7 سنين فدا رجوع بتخطب جماهير النادي الأهلي في كل مكان لأن علاقتي بالنادي الأهلي مش علاقة مناصب علاقتي بالنادي الأهلي هي علاقة نجاحات وبطولات وحب وعشق اللي جماهير النادي الأهلي خروجك من قناة النادي الأهلي كان سببه إيه؟ انت عايز إيه؟ عاوز أعرف هاها فيه أكتر من رواية أنا مش عاوز أقول الروايات اللي عندي أنا عاوز أسمع الحقيقة من عندنا دايماً بقول كده ما تبقى موجود في أي برنامج لازم تتسأل أي حاجة ما تسألش أنا ما سألتش حضرتك إلا أسئلة ولا فريق العمل صح؟ فده من دمن الحاجات اللي كان بتقال فيها كذب كتير جدا أنا في الانتخابات بتاعت النادي الأهلي كان فيه اتنين عشاقين للنادي الأهلي كان مؤنس محمود طهر وكان الكابتن محمود الخطيب قعدت مع مين أكتر داخل النادي الأهلي وتعاملت أكتر مع مين الكابتن محمود الخطيب دي الحقيقة وكان اللي مسك رئيس النادي الأهلي وانشغال وانا حقول له حضرتك مفيش حاجة اسمها وقف تدده كان وجهة نظري اللي أنا مع المؤنس محمود طهر الناس دي الانتخابات اللي هو يكمل كعادة النادي الأهلي قعد أربع سنين فدايماً ييجي وده تاريخي النادي الأهلي مع رؤسائه اللي انت ادي الفرص للناس يكمل الحاجات اللي هو عملها عشان تقيم المرحلة كلها بشكل عام فلما نجح الكابتن محمود الخطيب اللي أنا بأحترمه برضه وأقدره من الأدب ومن الاحترام طالما كنت دده ونجح الطرف التاني اللي هو الاسم الكبير لازم انت تبادر اللي انت تقول لنا من حق الكابتن محمود الخطيب لو في حد أفضل أو حد هو شايف من وجهة نظري واشيل الحرج من عن المسؤول اللي انت تقول شكراً ده من الأدب وحخدم النادي الأهلي من برة أكتر من جوه وده أنا بشوف ما فيهاش نفاق ولا رياع على قد ما هي أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي الحقيقية اللي انت تبقى موجود في منصب تشتغل أو في أي شغل اللي انت توقف مدافع بكل قوة ما تبقى برة تبقى بنفس القوة بتاعتك ليه؟ أصلي حبك أو عشقك للنادي الأهلي مش بالكلام باللي انت تفضل تحبه طول الوقت في منصب موجود أو مش موجود في منصب هسألك سؤال بس هاخد إجابته بعد الفاصل ليه ما اشتغلتش مساعد مدرب أو مدير كورة في أي نادي غير النادي الأهلي؟ فاصل ونرجع تاني نعم الإجابة الإجابة أنا ضد صاحب بالين كداب تا كده في ناس كتيرة كدبين دا دا بيه بالين وتلاتة وأربعة بصي أنا يعني عشان أكون أمين أنا مليش دعو بحد دا اللي أدعو بنفسي نفسي اللي هو أنت ما تاخد حاجة تقدر تركز فيها تنجح فيها دا مجالك معا لو عايز تشتغل حاجة تانية لازم تدرسها تدرس إدارة مش الفهلوة مش بالحب مش بالعلاقة دي مدرستي أنا حييجي يوم إن شاء الله وده كل واحد بيرسم لنفسه والرسمة صح أو كل واحد بيعرف كنتو فين أنت اخترت العمل الإعلامي منفعش أبقى مدرب أروح بالليلة أدرب ولا الصبح أدرب وبالليلة أطلع في البرنامج منفعش أروح أعمل إداري وبالليلة أطلع في البرنامج أو روح أدرب وأطلع في الراديو وأطلع في البرنامج مش كل حاجة مش قدر تنجح مين بيعمل كده؟ كتير كتير قوي بيعملوا كده وفي الآخر بيبقى معرض للنجد هنا والنجد هنا والنجد هنا دي حقيقة لكن كتدريب لا أنا أنا مش بالشخصات اللي بتحب التدريب لأن أنا ما برفعش سماعة التليفون على حد عشان أمسك أنا أشتغل بتاريخي أشتغل بقيمتي واسأله أي حد في مصر اللعيب كورة سابق قديم بيخافه أحيانا نتكلم الحقيقة عشان يشتغل في المنتخبات لازم عنده علاقة باتنين تلاتة أربعة بمجلس الإدارة أو بالفعل أو أو بيجي كل سنة وانت طيب بيجي رمضان بس مش هيستمر الناس هتنتقدون والله بيستمر سبدا بيستمر لأن في ناس قامات في التدريب محترمة جدا كأسماء ممكن تاخد فرصة تنجح هي مش موجودة في حاجة فبتقعد تمسك درجة ألتة أو درجة أربعة رغم اللي اسمها الكبير ليه؟ علشان ما عندهوش الميزة اللي هو ملهوش معرفة ملهوش حد فأنا مخشش في النتاج ده إنت ملكش معرفة بحد؟ خالص بالناس الأخرى اللي عنده قيمة كبيرة جوا نفسه ونشعب حد الناس ما تبطلش كلام لو قعد تشغل دماغك بالناس هتتعب ولكن اللي قيمته كبيرة يشتغل حاجة كبيرة طول الوقت ما يبالش بأي حاجة صغير ولا يقبل لما يكون اسمك كبير اوعى تنزله اللي انت تروح تدرب على تليفون عشان تمسك في حاجة انت تحبير حاجة كبيرة إيه؟ نادي الأهلي بس؟ يعني ما ينفعش أشتغل أي حاجة بره غير نادي الأهلي إسماعيلي اتحاد لا صعب إسماعيلي عنده ولاده والاتحاد عنده ولاده ومش مستنى ممكن نادي إنت لعبت في الإسماعيلي ولا لعبت في الاتحاد ممكن يستعينه بك لكن مفيش الإمكانيات كعمل إداري أو آسف عمل إداري أو تدريب زي الأهلي والمنتخب مثلا صعبا وليد صلاح الدين بيدرب راح راح اشتغل اشتغل مرة مدير كورة اشتغل اشتغل سن إن أنا أو أعوز بلا ممكن ومش من ولاده لا هدفي أنا كشادي اللي أنا بشتغل في الإعلام هدفي أنجح هدفي أخطط البرنامج أطور من المحتوى اللي أنا بقدمه أعزز من الفقرات هعمل فقرات إيه؟ إزا أخدم المجتمع الرياضي إزا نقش قضية وأنا أدرسها كويس جدا أضيع وقتي كله أو الوقت الفراغ بتاعي اللي أنا أنجح في حاجة واحدة لكن أروح أفكر في خمس ستة حاجات وما أنجحش في ولا حاجة طب أنا عملت إيه؟ معها مش هقولها لك بصراحة كده والكلمة دي يعني برضو مش كتير هيقولوها مش كل لعيب كورة يبقى شاطر إداري شاطر ومش كل لعيب كورة مقدم برامج شاطر ومش كل لعيب كورة مدرب شاطر شوف أنت بتنجح في إيه وروحه فهي مش مش إنت شاطر في إيه أكتر؟ متسلة 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 تروحت عايز تجمع كل حاجة وتفشل في كل حاجة ده وجهة نظر إنت شايف إنت شاطر في إيه أكتر؟ أنا إن شاء الله إن شاء الله الأعلام أنا ماشي فيه بشكل كويس جدا حصل لي زي أي حد أبنداون كده اشتغلت شوية فترة كبيرة جدا عدد سنين كتير ريحت شوية لبعض المشاكل ثم رجعت من تاني عن طريق قناة محترمة جدا قناة النهار وبرنامج محترم جدا من وجهة نظري والناس لمسة ده التغير الكبير في الشخصية المزيع لأن حصل تطوير فيه كل حاجة في المضمون والشكل والمحتوى في كلها بيت أكثر هدوءا زي ما حضرك قلتي في البداية وفي المستقبل أنا بقولك مستني فرصة أحط إيدي في عمل إداري في النادي الأهلي أو غيره وإن شاء الله في النادي الأهلي وبراهن على نسبة النجاح تتعدى المية في المية إن شاء الله مية في المية؟ إن شاء الله لأن اللي بيزاكر كويس واللي بيتعب ربنا خديها قاعدة والله يوديها عن تجربة إن مفيش حد بيتعب ربنا بيديك دايما على قد تعب فلما هتروح لحاجة وأنت تعبان فيها أكيد ربنا هيبقى جنبك وهتكمل فيها بشكل كبير لكن ما تتسرعش ربنا ما بيضيعش تعب حد خالص وممكن يعوضك في نقطة تانية خالص عن سنين فاتت طب مين أحسن مدرب وأفضل مدرب إنت تدربت معي؟ بلا تفكير هو طبعا نبتين جوم كبيرة ليهم بصمة علي بالكبيرة لكن من غير تفكير نهاية منوال جوزية ومين أسوأ مدرب؟ أسف مقدرش أقول إلي لأ إيش أقول طبعا ده ضرب النار لا ما ينفعش إنت خايف من الاسم؟ ولا خايف من الرجل؟ هتبريني فيك لا أنا عارفة أنت ما بتخافش هتبريني فيك أنا عارفة أنت ما بتخافش ما أنا معارفة مرتحتش معاه كيميكو ما كانتش ماشية مع بعض أصل كلمة الأسوأ دي صحة بلاش الأسوأ بلاش الأسوأ مين اللي ما كنتش مبسوط معي؟ مين اللي حسيت أنه هو مش قادر يوظفك في المكان الصح؟ أو يطلع منك الأحسن اللي عندك ما طورش مهاراتك أصله مش بيدربني لوحدي بيدرب فرقة كان فيه مدرب أجنبي بدون ذكر أسمي أسك حجبة في النادي الأهل صغيرة كان ضعيف الشخصية وساب المصرين يتحكموا في كل حاجة في فرقة ما كانش كان كله عارف كده مين بقى؟ ما نفعش أجيب أجنبي هو اللي بيسمع الكلام مش هو اللي فارد شخصيته لأن جزء من النجاح في الأندية الكبيرة قوة الشخصية إزا تفرد رأيك على الفريق بالكامل فالمدرب ده كان شخصيته مش عادر أقول جنسيته إيه؟ حتى جنسيته ألماني ألماني؟ خليهم يعملوا سرش غاية ما نرجع من فاصل دلوقتي مش كده طب تعالا نبتدي نلعب نلعب صد نطلع فاصل ونبتدي نلعب جاهز نلعب أول لعبة تفضل تحت الكباية حكاية الكبايات دي فيها عصير طعمه غريب تحت العصير فيه كارد الكارد فيه سؤال عاوزين نقوله بصوت عالي هنجاوب عليه ونقول حكايته مش عاوزين نجاوبه هنقلب الكارد ونشرب ونشرب العصير للآخر يعني للآخر للآخر مش هندوقه ونسيبه هنشربه كله هنشربه كله ماشي ماشي يعني أبقى أقولك نفس اللي حصل مع الضيوف كلها بسم الله من أي سؤال؟ زي ما انت عاوز بس تعالى نمشي بالترتيب حاط اقراه لو عايز تقوله بصوت عالي قوله بصوت عالي هنجاوبه اسم أعلامي رياضي بتحس إنه متلون وملوش مبدأ انت كده هتجاوبه هم وانت كده هتزعل مني ناس يعني انت جاي ضرب نار وانا مش عايز أزعل مني حد بجد هو منحي تفيفي نصيحة إن انت تقول أسماء لأن أول عصير ده يعني ما أنا هقولك أنا هقول أسماء هتجيبه الضيف هيمتدي هجيبه لا 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 قولي مين انت شايفه متلون اللي عرفه ان انت زي القطر هم اللي تغير أنا هقول على واحد ممكن أقول واحد زعلام منه شوية رغم اللي هو صديق بعيد بقى عن الإعلام والكلام دوت أنا في واحد زعلام منه لأنه ما ينفعش بقى فيه ديوفه قاعدة الإعلامي ليه صفاتين جوه البرنامج ده وجفنا زي تبنى وجهة النظر الأخرى في عدم وجود الطرف اللي بيتغلط فيه ده ده قلب بقى أعلام ما احترامي للجميع بقى اللي انت حد بيغلط فيه دورك مش تتحك يعني بتتحك حاجة غريبة جدا الحاجة التانية بسرعة يعني في حاجة اسمها الصداقة بيبقى ليها يعني ما فيش في الإعلام صداقة بليها حسابات اللي هو إيه أكيد حسابات يعني تحافظ حتى على العشو الملح تخلي بالك تخلي بالك من إهانة الرجل فأنا في أحد الحلقات زعلان من خلد الغندور كده ده ده زعل ما ليش دعوة بقى بتلون وبقى وضح هو كويس جدا ما ليش دعوة بشخصياته مرعاة العشو الملح؟ آه في حاجات حلقات كده عيب تحصل معي يخصل اللي احنا قربنا من بعض وقت وفي احترام متبادل فما ينفعش يتغلط فيه وتبعد بتتحك مش أنا الشخصية دي خالص فأنا رعاية العشو الملح اللي أنا عملت نفسي مشو أخبالي بالنسبة لي نفعش أرد ليه؟ لأن دايما في مرحلة في حياتك بيقولك الصمت لغة العظماء ده دايما الصمت لغة العظماء ده دايما الصمت لغة العظماء فلما تسكت توجعه أكتر لكن لو كلمته عايز كده عشان بدل ما خمسة يشوفوه فالحمد الله دايما براينا على جمهور الأهلي في دهري ومعي فأيبقوا ملايين فخلي الخمسة يشوفوه وأنت أسكت يعني تعال على نفسك شوية ودي مدرسة محترمة جدة لاتها بتجيب معي شغل كويس جدا فالصمت فعلا أحيانا أنت تغيرت عن الأول الصمت فعلا مع بعض الناس النطج لغة العظماء وده أصلا مش كل الوقت الحياة أبسط من اللي أنت تتخاني أنا مش مصدقة أن كل الكلام ده طالع منك أنت الكرسي مغيرت اشرب أنت أول عزي السؤال ده مش لي هروح بقى للسؤال الثاني خش على ثاني كباية بعد ريحة دي هتجاوب السؤال الثاني فلوسك في تن كمحل كانت أكتر ولا فلوسك في النهار كمقدم برنامج أكتر في الأول وفي الآخر الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لما مردت بظروف صعبة احنا مش بنشاركك في الرزق خالص أكيد مش عاوز أعرف أركام لما مردت بظروف صعبة شوية 2018 يا أسوأ سنة في حياة ليه؟ شفت فيها دروس للحياة من أصدقاء لمجتمع قريب منك تلع كله حاقت بس وأنت في الأعلام اكتشفت الناس أكتر في 2018؟ مع بعض المشاكل اللي خلتني نقطة من أول السطر أعيد حساباتي في كل حاجة مع استشارة الكبار فيه الكبار أهل السقة والناس المحترمة اللي انت عارف لسمعتهم الناس محترمة اسمعهم وبيتك وأمك وهي والدي اللي أرحمه وكنت بس تشيره لما توفى مهم جدا قلب الأم بيحس بيخاف عليك أكتر من أي حدا وبيدعيلك من قلب فبالتالي شفت حاجة صعبة فقعدت هنا السؤال بقى لما شدي قعد سنتين مين سأل عليك؟ مساكت مرة مرة وقعدت مرة 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 كنت في حاجة مشكلة كده فبدور على حد أهل السقة فمساكت الموبايلي قعدت أقلب فيه فيه ألوف مؤلفة بجميع توقف المجتمع المناسبة تصلت بمين أول واحد؟ أنا هقول لك لا ما تصلتش بحد لأن في أنت في مشكلتك ما بيحسش بنفسك غير نفسك والله نفسك وأهل وبيتك أمك لما أنا قعدت سنتين كان فين المجتمع والأصدقاء والصحاب وما سألوش أنا مرتبة إيه؟ ما دخلتش جيبي جنيه جنيه بس وقفت بمنتهى القوة اللي أنا أرجع من تاني لنفسي لأن لما بتجبر من تاني وبتقف على رجلك لوحدك الناس كلها ترجع كله بيقعد يبصي لك نظرة وأنت فوق وهما تحت لأنه راهن على فشلك صدقيني فاللي بيراهن على الفشل بس أم حاجة نواياك تبقى خالصة وتستعين بربنا سبحانه وتعالى تفتكر في ناس كتيرة راهنت على فشلك؟ طبعاً وأنا مش عارف دي حقيقة بس استعنت بربنا سبحانه وتعالى وأولادي وقتها اللي أنا أعود معاهم ما سبهمش ثانية تعلمهم أنت فضلت سنة تقريباً قاعد معا سنة ونص سنة ونص لدرجة أنا أنت اللي بتربيهم مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة دي حقيقة وأم 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 دي حاجة كبيرة على فكرة مش كل الأبهات أو مش كل الرجلة تعرف تحافظ وتخلي بالها من الأطفال أنا راجل لعيب كورة لعيب كورة رجله في الشارع رجله في الشارع مع الناس مش بيتكلم في برج عالي رجلي في مبابة ومطارية وحضرة وحصفرة ومندرة يقدر يتعامل ويقدر يعمل كل حاجة تحامل مع كل التبقات مع شخصيات كبيرة في البلد شفنا كل ده وتكرمنا واخدنا أوسامة الجمهورية من التبقى الأولى فمرت في حياتك عندك من الخبرات ده فكررت 2018 هي الأسوأ على الإطلاق بس من الأسوأ في مواقف صعبة ما تعودتش عليها ولكن هي العزة والشرف بالنسبة لي هي اللي حاولتك عزة هي اللي علمتك الدرس عرفتك الناس اللي حواليك اللي حواليك بقى تلع مزيفين فهنا محد تسألني ليه هو إيه دخلك ومضيت بكام ومضيتش بكام أنا ما قلتلكش كانت السؤال أنا لسه عاوز أجابك السؤال لما محلل لما أشتغل محلل أكيد ما إزاي ما هقدم برنامج مجهوده أكبر وفريق عمل ومشئولية أكبر مش شرط لا صدقيني مش شرط ساعات المحللين بياخدوا أكتر من الموزيعين لا مش حي مش حي ولما روحت ما روحتش علشان صدقيني أكتر روحت بسبب حاجة شخصية وفي نفس الوقت لا أنا بحب فكرة الموزيع اللي أنا أعود أكلم الناس بأسلوبهم أبقى نبض الناس أبقى موسيط قوي والله آخر حاجة اتكلمت فيها الفلوس صدقيني طب إجابة السؤال إما هنشرب العسير أنا أجبت اللي هو أنهي لا وأنا مقدم برنا مقدم؟ مم وهنا بحي كل ما سقوله أستاذ علاقك أحكي وكل ما سقوله فادي وكل الناس في قناة النهار على تمسكهم اللي أنا أرجع وهو ده اللي أنا عايز أقوله بصي اسمحيني لما أنت بنواياك خالصة وبتعمل حاجة ومساعدة ربنا سبحانه وتعالى بتفتح لك باب رزق ما كانش في دماءك خالص إنت فوت بصي أصلا عشان أشرب حاجة زبادي بالبصل من حبوك قوي أقولك الحاجة كمان لو شربت زبادي ببصل مش هتكملي مع الحاجة لا لا أنكمل أنت طب أقولك الحاجة أنا تاني أهو ده كده خلصنا الاتنين دول الحمد لله إن شاء الله مش هنشرب حاجة في الحاجة فش عالث ثالث ثالث لسه مع أنا كوبايتين ده ممكن يتشرب شوية ده ممكن يتشرب تقريبا الأصعب تقييم حسام البدري بكام في المية كمدير فاني تقييم حسام البدري كم في المية؟ سواء أهلي سواء منتخب سواء أندية لا سواء أهلي كابتن حسام حق بطولة أفريقيا في وقت صعب جدا عقيمه كل حد يبقى ليه أخطاء عيوب والسلبيات وإيجابيات فاعديله تسعين في المية تسعين في المية؟ في مشواره مع النادي الأهلي حق بطولة أفريقيا في وقت صعب جدا جاب البطورة من خارج الأرض ومع المنتخب لا الأداء الفني ما كانش على المستوى المطلوب عديله عشان ميشي كمان أربعين حتى لو ميشي بطريقة أنا مش حبيبها لكننا بحبه على المستوى الشخصي بس الحب ما كانه البيت العاطفة ما كانها للشغل مكانها الحقيقة والمصدقية وتصرح نفسك بمكانك كابتن حسام البدري مع المنتخب تلاتين أربعين في المية بس مخسرش مع المنتخب خالص مليش دعوة مخسرش في حاجة اسمها أداء من ما يبقى الأداء سيء بيبقى الحصاد لقدام مش حيء لكن لما يبقى فيه تطور ما تخافش على المنتخب ده الأصول فهنا كان الأداء مش كويس وكان لازم يفرد شخصيته أكتر من كده مع أن المعروف عنه أنه هو شخصية قوية ما أنا فاهم ما بيعملش حساب لحد أحياناً الظروف بتكتب عليك بعض الأمور بترتضي بعض هو أنا واسك اللي هو عند نقاط معاينة ونتفتكر أنه هو ارتضى بسبب بعض الظروف؟ هو تبايع تبايع عارف أنا بقى أديكي حاجة هو ممكن يستحي يقولها تبايع؟ يباعوا بالجهاز اللي معاكوا لهم ليه؟ ما كانوش يعرفوا يارفوا بالصدفة زينا كده رجعين بالطيارة تقللهم اللي أنتم مشيتوا ومش من الإتحاد تتعلم حاجة؟ كوميديا كوميديا دي حاجة من الإعلام؟ اه والله هم بيتكسفوا يقولوا كده يقول لك أقلونة وكده ما قالوا لهمش حاجة أساسية قالوا مع اتفاجئوا كده اللي هم شكرا كانوا هم مذباطين كل حاجة على مسؤوليتي اللي أنا بقول على مسؤولية هاي طلعوا يكذبوا أنا برضو أعرف الكواليس اللي حصلت بالميلي وهم ما كانوا الشعب ما حدش قال لهم من اتحاد الكورة هما للأسف مش عشان اللي كان جايبه محمد الجاه مش محسوب عليه نجاح هنا هاي تنسب لكن لما أنا جيب حد وينجح هاي تحسب لي أنا اسمها هاي تقول ده فلان فلان اللي جايبه دايماً بندور على مين صحب النجاح مش كمنظومة يلا كلنا ننجح مع بعض والفكرة بتاعت مدير فني أهلاوي هاتلوا واحد زمالكاوي وواحد زمالكاوي هاتلوا واحد أهلاوي كفاة عيب عيب خلينا نرتقي إنه بأكبر من كده نجيب الجروب اللي ينجح مع بعض نفتح الكارت الرابع يلا شفت أنا مؤدبة هوا انت دايماً مؤدبة هكذا انت دايماً مؤدبة هكذا اسم اللاعب في الأهلي تشارة النادي تقيل عليه وما يستحقش مكانه أفضل من تولى رئاستة النادي الأهلي في ناس شغلتها الكلام أفضل لعب في الأهلي حلان يا رصلاح محسن فين؟ بعيد بقى له كتير فيه لعيبة مكانتها لازم تبقى أكبر جوى النادي الأهلي من مستواهم دلوقتي رأيك إيه في اتحاد الكرة الحالي؟